نظمت وزارة الداخلية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية قدمت خلالها الإدارة العامة للحماية المدنية بيانات عملية حول مهم عمل الإدارة في مجالات الإنقاذ البري والنهري وإطفاء الحرائق والتعامل مع المفرقعات ومع استعراض الأدوات والمعدات المستخدمة في أداء تلك المهام الأول من مارس من كل عام يواكب الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية وقد نظمت وزارة الداخلية احتفالية بتلك المناسبة تحت عنوان دور الحماية المدنية في حماية منكوب الأزمات والكوارث بالمقر الجديد للإدارة العامة للحماية المدنية استعراضت خلالها المعدات المتطورة المستخدمة في عمليات الإنقاذ البري والنهري وإطفاء الحرائق والكشف عن المفرقعات في الإنقاذ عندنا هنا مدرب على أحدث الوسائل وبيتم التدعيم من خلال وزارة الداخلية بالدورات التدريبية والعمل المشترك مع كثير من الجهات احنا كمان تطورنا في حيث ان احنا خرجنا من ان احنا بننقذ بس ان احنا كمان بنشتغل في مجال كمان الفيرست ايد او الاسعافات الاولية من خلال بعضو التعاون مع جماعات الهيال الأحمر وحصل كزا دورة تدريبية مشتركة ما بين الزباط والأفراد والجامعية وازاي تعرف تتعامل ان انت مش تخرج مصاب بس بالعربية او من المكان المحتجز فيه لا انت كمان انت تقدر تسعيفه اهداف ادارة الانقاذ النهري هي تأمين الارواح والممتلكات ضد اعمال الحريق والغرق وبيتم الانتقال ده في خلال دقائق معدودة يعني في خلال دقائق لازم يكون موصلين للمكان البلاغ للتعامل معه بشكل فوري وفي حضور ممثلين عن اطياف المجتمع كافة ادى رجال الحماية المدنية بيانات عملية متنوعة اكدت على التطور في اداء رجال الادارة في التعامل مع الكوارث البشرية والطبيعية من اطفاء حرائق الى تعامل مع المفرقعات وصولا لعمليات الانقاذ البريج بمشاركة عناصر شراطية نسائية مجهزة ومضربة لاداء تلك المهام شاركنا في بعض البلاغات المختلفة في ارض الواقع وشاركنا برضو في الميدان على فريق الانقاذ سواء انقاذ اطفاء ونزلنا بعض البلاغات بطرق مختلفة احنا العرض شاركنا في عرض انقاذ مصاب وبنخلي من اعلى المبنى العروض التدريبية التي اداها رجال الحماية المدنية عكست التطور الكبير في ادائهم والذي يمكنهم من اداء مهمهم لحماية الارواح والممتلكات بكفاءة وفاعلية في ظل الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية للإدارة العامة للحماية المدنية النهاردة ان احنا بنحتفل باليوم العالمي لحماية المدنية طبعا بقول كل رجالة الحماية المدنية مش على المساوى مصر بس على المساوى العالم كل سنة وانتوا طيبين عندنا تدريب متطور محلي وتدريب الخارج بنشارك في مؤتمرات دولية بنشارك في المنظمة الدولية بنشارك في اكتر من برنامج دولي النهاردة اتفرقت على خبراء المفرقعات كيف يفقهم المفرقعات من المنظمات الإرهابية بوضوع عمومتع جدا وانا لقيت فيها بصحاجات مهمة جدا انا بشكر رجال حماية المدنية على شغلهم على انهم بيحمونا وشكرا انجزيها لهم اتشفت حاجات كثير واستفدت حاجات كثير عرفنا ازاي بيحمونا وازاي بيعملو كده كشف المفرقعات والمطافي الحاجات دي مبسوطة وكان كان حاجة حلوة اشوف الحاجات دي مكنتش عارفة عنها قبل كده ويأتي الاحتفال ليؤكد قدرة وجاهزية رجال الحماية المدنية على اداء ما همهم بشكل فعال وبمنتهى الاحترافية لحماية ارواح وممتلكات المواطنين والدعم التقني واللوجستي الذي يمكنهم من اداء تلك المهام رجال الحماية المدنية يزبطون كفاءة وفعلية في التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية فهم مزوادون باحدث انواع المعدات والاجهزة للتعامل مع تلك الكوارث ومدربون وفقا لاحدث البرامج التدريبية للتعامل معها ايضا وهو ما ظهر جليا من خلال البيانات العملية في الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية عبدالله بركات التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة